الصراع السياسي في العراق بل غذر وتهوى بدأ شركاء الأمس في العملية السياسية يفضح بعضهم بعضاً كفضيحة التعاقدات السياسية مع شركات أمريكية بملايين دولارات في إطار الصراع على السلطة والمناصب في البلاد لسيما مع دائقالة محمد الحلبوسي الذي كشف أن أكثر من مائتين وأربع وثمانين جهة عراقية شملت مسؤولين وأحزاباً بارزة من بينهم نور المالك وهيئة ميليشيا الحجد تعاقدت مع شركات أمريكية بملايين الدولارات فيما اتهم نواب جهات سياسية باستخدام أموال الدولة ضمن دعاياتها الانتخابية محملين مفوضية الانتخابات والجهات الرقابية الأخرى مسؤولية مراقبة الأموال المستخدمة في الانتخابات وهذا ما أكلته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من استغلال مرشحين من كتل متنفذة لملف الرعاية الاجتماعية لتحقيق مكاسب في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة بينما لجأت الأحزاب الميليشياوية المرتبطة بإيران لاستخدام الخطاب الطائفي في حملات الترويج الرخيصة التي تستسهل عراقة دماء العراقيين من أجل الاستحواذ على السلطة والأموال مع تلك الصراعات والتسقيط السياسي واقتراب موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات في العراق فإن ثمت دعوات لمقاطعة تلك الانتخابات لانعدام الثقة بين الشعب والأحزاب التي تعمل على خدمة مصالحها الخاصة وإضعاف العراق وتراجعه في جميع الميادين فيما يرى مراقبون أن الاستهداف المتبادل بين شركاء العملية السياسية سيظهر ما تخفيه ملفات الفساد ومدى التبعية للاحتلالين الأمريكي والإيراني لكن كل ذلك سيجري على حساب العراق ومعاناة العراقين